أستاذ الشرق كان لها سؤالتين أي وفهمت بتتكلم على الرقية وصيغة الرقية هل بتتقال بالنفس للولد زي البنت؟ يعني هي يعني أنا فهمت من سؤالها أنه الحديث الولد على سيدنا رسول الله في الرقية بنقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك ده الحديث كده فهي بتقول مثلا لو أنا قلت الدعا دوت لطفل صغير أو لطفلة صغيرة هقول لها بسم الله أرقيكي لا هنقول لها زي ما سيدنا النبي قال بسم الله أرقيك والعلم نصه على أن الأمثال والأدعية تقال بصيغاتها يعني في مثل عربي بيقول الصيف ضيعت اللبن بيحكي قصة واحدة كانت متزوجة برجل وإنها انفصلت عنه بعدين تزوجت بغيره ثم ذهبت تطلب منه إعانة وقالت له أنا عندي أطفال من زوجي الجديد فديني شوية لبن فقال لها الصيف ضيعت اللبن يعني كنتي كنتي عندي زوجة وكان متحليكي تاخدل لأنتي عايزها فأنتي طلقتي مني العلماء بيقولوا أن المثل ده يقال كما هو يقال لكل من كان متمكنا من شيء ثم تركه وندم عليه وندم عليه نقول له الصيف ضيعت اللبن بس هو قال لها ضيعت بتاء التأنيس نقولها هكذا بتاء التأنيس ومقصود بيها لمح أصل المثل وكذلك الأدعية النبوية الشريفة نقولها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صيغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملؤها البركة زي ما سيدنا النبي نطق ننطق لأنه كلامه كله نور فبالتالي نقول بسم الله أرقيك حتى لو بأرقي بنت